اشتركوا في القناة من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه من أوائل من أسلم حتى إنه كان يقول كنت ثلث الإسلام يقصد أنه أول ثلاثة ممن أسلم من الأحرار من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه أحد العشر المبشرين بالجنة من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه ممن شهد بدرا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه أحد الستة الذين جعل الأمر إليهم عمر رضي الله تعالى عن حينما طعن ليختاروا من بينهم من يتولى أمر المسلمين وكان أحد هؤلاء الستة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مستجاب الدعوة حتى إنه رضي الله تعالى عنه لما ظلمه أهل الكوفة ووقعوا فيه وتكلموا عند عمر واشتكوه كان من شأنه أنه دعا على ذلك الذي تكلم عليه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وهو كان يكذب على سعد وقال إنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن حتى يصلي فقال سعد رضي الله تعالى عنه اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن فكان هذا الرجل ممن وقعت عليه دعوة سعد حتى إنه كان يقول وهو قد كبر سنه وسقط حاجبه ويتعرض للنساء في الطرقات فقيل له وعوتب في ذلك فقال شيخ كبير أصابتني دعوة سعد من فضائله رضي الله تعالى عنه كما قال علي لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لرجل كما جمعه لسعد حينما قال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي رضي الله تعالى عنه وهو من أول من رمى سهم في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان رضي الله تعالى عنه على رأس الجيش الذي فتح بلاد فارس في معركة القادسية المشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيها انكسرت بلاد فارس وهزم الله عز وجل كسرة في ذلك الوقت من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يتخلص من ماله كله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه حينما قال له صلى الله عليه وسلم تصدق بالثلث والثلث كثير لما أراد أن يتصدق بكل ماله فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ثم قال بثلثي مالي بنصف مالي ثم قال بالثلث الثلث والثلث كثير فضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة وبإذن الله عز وجل سيكون لنا وقفة في الحديث حول أعظم الدروس التي نستفيدها من سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ترجمة نانسي قنقر